أعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قد رفعت التقويم الأكاديمي للعام الدراسي الجديد 2022-2023 على موقعها على شبكة الإنترنت حيث يمكن للطلبة وأولياء الأمور تحميل نسخة منه للتعرف على أهم محطات العام الدراسي الجديد والذي يبدأ بتاريخ الأول من سبتمبر 2022 من خلال عودة الهيئات التعليمية والإدارية والفنية إلى المؤسسات التعليمية المدرسية ثم عودت الطلبة بتاريخ السابع من سبتمبر 2022 بشكل إلزامي وبواقع خمسة أيام في الأسبوع وبينت الوزارة أن التقويم الأكاديمي الجديد يشتمل على الفترات الأكاديمية الأساسية وما يتخللها من مواعيد التقويم النهائية وعمليات التسجيل كما يجتمل على العطلات الرسمية والإجازات المدرسية ومفاتيح ملونة تدل على كل محطة من محطات العام الدراسي